اشتركوا في القناة حتى قبل ان يبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن اشهر من تسمى به مالك ابن نويرة يقول اخوه في رثائه كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه فلما تفارقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه هذا قول متمم ابن نويرة في اخيه مالك ومالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي من بني حمير اي من اليمن ثم من بني يشجب ابن قحطان اي ان ينتهي نسبه الى قحطان اي انه من العرب العاربة من قحطان ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومئة وله اربع وثمانون سنة اي انه من العلماء المعمرين قال الواقدي مات وله تسعون سنة يعني هذه رواية اخرى تقول انه قد مات رحمه الله وله تسعون سنة قال فيه الخطيب التبريزي هو شيخ العلماء واستاذ الايمة كان بيت الامام مالك بيت علم فجده الاعلى ابو عامر صحابي جليل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدرا وقيل انه تابعي مخضرا وجده الاسفل مالك من كبار علماء التابعين وهو احد الاربعة الذين حملوا عثمان الى قبره ليلا قلنا ان اسمه مالك ابن انس ابن مالك مالك ابن انس ابن مالك مالك هذا الجد الاقرب الادنى الى الامام مالك الذي نحن نترجم له نتحدث عنه يقال انه احد الاربعة الذين حملوا امير المؤمنين عثمان ابن عفان ليلا الى قبره ومعلوم ان عثمان قتل في زمن فتنه ولم يتأتى لاهله ولا المسلمين من الصحابة ومن حولهم ان يشيعوه وان يشهدوا دفنه بكثرة وهذا من اثر الفتن عياذا بالله وقد كانت الثورة على عثمان اول ثورة في الاسلام ولذلك كل من يعرف العلم حقا يعرف ان هذه الثورات غير محمودة ابدا وعم الامام وهو ابو سهيل نافع ابن مالك ابن ابي عامر من جلة علماء التابعين وسادعتهم روى عنه في الموطة وربما روى مالك عن ابيه عن جديه في غير الموطة تبحر الامام مالك في نواية الحديث وضبطه والتفقه في الكتاب والسنة وتلقى علمه وتلقى من سلفه من الصحابة والتابعين فكان اماما في الحديث اماما في الفقه ترجمة نانسي قنقر